الراديو 9090 هواها مصري فقررت مع نصائح من حولها إنها المجال ده كمان تحولوا إلى مش مجرد حاجة هي بتحبها وبتعملها عشان أسرتها وبعدين عشان أصدقائها لا حولتوا لمشروع تجاري مشروع مكانها من إن هي تقرر أنها تستغنى عن الوظيفة سمر سمير نورانا في الستوديو زك يا سمر الحمد لله زي حضرتك الحمد لله كله تمام احكيلي الأول أنت دراستك إيه؟ أنا خارجة جامعة الكاهرة كلية أداب كوسما عبري بس ما اشتغلتش بالشهادة لأن أنا أصلاً كان نفسي أخش فنون جميلة يعني بس تنسيق مرضيش فاشتغلت مدرسة لأن أنا بحب السن الصغير في الأطفال وبحب أعمل لهم أي كل النشاطات أحب أوصل لهم معلومة بالحاجات الفنية برضو فأنا دخلت في كسك برضو الفني يعني حال فاشتغلت ست سنين مدرسة وفي نص ما أنا كنت مدرسة بدأت عمل حلويات في البيت لا استني بس عشان ما تحرقش ما حرقش طيب بدأت الشغل أه وبعدين اتجوزتي أه وقبل الشغل أه وقبل الجواز تحديداً تمام كان علاقتك بالمطبخ إيه؟ زي علاقتي بالفضاء كده بالضبط جداً أه يعني أنت مش من البنات اللي بتساعد مامتها كانت في المطبخ لا أنا كانت ماما هي اللي مدلعينا يعني يعني ما كانتش ابتدينا فرصة نساعدها يعني فأنا كنت ما معرفش أي حاجة عن أي حاجة يعني يعني جزء ده جزء ده الأمرين في الأول لا 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 ده الدلع والله هو الموضة طلعت فجأة كده فجأة اه يعني دخلت إيه ده طلعت بعرف بجد بالله طب لأ يعني حكي لي بعد الجواز أول يوم دخلت المطبخ عملتي ايه؟ هو أول يوم ده كان بعدها نصن بشهر كده تقريباً يعني اه لا بدأت مش فاكرة تقريباً عملت فراخ وبطاس محمرة حاجة كده وصلت بس كانت لطيفة يعني كانت حلوة التاكلت؟ لا التاكلت عشان هو حمول ولا عشان كانت تتاكله حلوة لا 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 أنا كويسة هو حمول في حاجات تانية يعني بس في الأكل لا كم مرة بواصتي طيب الأكل؟ مسلا أنا متجوزة بقالي ست سنين مسلا بتاع تلات اربع مرات مسلا بس؟ او لا على واحدة مدخلتش المطبخ قبل كده ده معدل هايل معدل هايل وهم تلات اربع مرات في اختراعات عشان نحب بالاختراعات مش في حاجات تقليدية؟ لا 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 يعني البسيط جدا اللي هو الرز مع الجنش كذا مرة؟ لا خالص لا بجد والله ولا على فكرة بعمله من غير كمان معايير الميا لا والله طيب جميل وهل كنت حسن ان انت هتبقي بتحب المطبخ اصلا لان خلي بالك برضو المطبخ على قد ما هو نفس على قد ما طاقة جدا لانه في بنات كتير والستات كتير لأ علاقتهم بالمطبخ مش مش ظريفة خلاص لا هو انا بحب المطبخ فعلا بس ما كنتش متصورة ان انا بحبه كده غير بعد الجواز يعني لما بقيت مضطرة خش لقيت نفسي لأ انا بحبه ومش بعمل كده عشان لازم بس اعمل مش هتقدت واجب لا 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 وبتختارع بقى بتعدي تفتكسي يا كلات؟ جدا طب قوليلي افتكاسة من الافتكاسات اللي صابت مش اللي خابت اللي صابت مش اللي خابت هقولك يعني لأ ابعمل حاجات يعني الصوصات بقى وبتاعي يعني ممكن اعمل مسلا آآ مسلا بس لازم احط بتاعي يعني معملش كده حاجة مش حيطت لحمة مشوية وخلاص لا 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 ومعملش الصوصات اللي هي المعروفة التقليدية بقى المشروم صاص لا لا لازم احط بتاعي كده واختراع يعني طيب جميل جدا وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين كان في آآ قلت بقى ادلع جوزي بقى او اعمل له بقى تورتة بقى وحركات وبتاع وكنت اجازة جدا لو التورتة بازت بازل بالنتاين هو لأ كنت هارميها كده وكن ما فيش حاجة حصلت كنت اشيل اصار الجريمة يعني هو نزل وانا كنت اجازة واستعديت وطبعا يومها يعني تعبت جدا وكانت اول مرة بقى وكانت حاجة صعبة جدا بس لقيتها طولت حلوة في الاخر واتكلت وكانت تورتة يعني مش لا بس الثاني بس يعني ممكن تجربي في رز في خضار آآ انما آآ قصة انك تعملي تورتة ده موضوع مش سهل احنا عدينا بقى مرحلة الرز والخضار دي كان بعدها مسلا بعد الجواز باربع شهور تقريبا. جميل. فكنت دست بقى شوية في الاساسيات. حلو بس يعني دخلت يعرفت منين التورطة بتعمل ازاي? لا يوتيوب بقى. اه. دخلتت شوفي في فيديوهاته جدا. اه اه يوتيوب بقى. هو انا يعني عندي آآ يعني جزء فني انا بحب اي حاجة ليه علاقة بتتعامل بالايد والفن. مم. بس طبعا الاساسيات بقى بتاعت الكيك والحاجات دي ما كنتش عارف عنها اي حاجة. مم. عاليوتيوب بقى بصراحة يعني اللي بيدور بيلاقي. صح. مم. اللي عايز هيدور وهيلاقي. اه. طب اه هرجع لولا خطوتين بس كنت عايزة تخش في اتنون جميلة ليه يعني انتي بتفني في ايه? رسم. في كل. لا في يعني اه اكتر اه ممكن الناحت الالوان اه اه اي حاجة ليه علاقة بالديكور. اه. بالاساسة. كل الحاجات دي. يعني بتقعودي برضو تبداعي في البيت وتعملي حاجات كده بعيدة عن المطبخ. اه جدا يعني مسلا في العقيقة بتاعت ابني او في الاعياد الميلاد لأ انا اللي بعمل ادي كورات والحاجات دي اه. اه. ما شاء الله. طيب جميل. وبعدين بعد اول كيكة. بعد اول كيكة مبهرت بقى. طب استاني بس هو هل لما اه يعني جيه برجع من الشغل. اه. وهنحتفل بقى بالفالنتاين. اه. وطلعت الترطة. هو ما كانش مصدق نفسه اصلا. انت انت لهم الاول انت اللي عاملها? اه اه. اه لا ما قدرش. بقي ما قدرش. كنت استاني لما يدوق عشان تشوق. لو وحشة مش انا. لأ اصلايا كان شكلها حلو. اه. مش مهم اللي بقول. اه فاللي هو قلت ايه شكلها حلو. طلعت وحشة من جوه هقول في حاجة يعني سدت شوية. اه. بس لقينا دوقنا طلعت ترطة يعني. مم. بس فقلت لأ. ده العيد ميلاد بقى الجاي جربت بقى في ولاد اخواتي بقى. مم. اعزبتهم شوية يعني. لأ مش هتشتروا طرطة اللي هامل الطرطة. بس شوية شوية بقى هما اللي بدأوا قلولي لأ يعني كملي بقى اعملي بقى بقى. ساني بقى انت اعملتي طرطة والتانية والتالتة وبعد كده اكيد بدأت تفني في حاجات تانية. اه لأ الكب كل بقى الحاجات اللي حوالين الطرطة بقى الكاندي بور بقى اللي هي طربيزة بتاعة الحلويات دي بقى بقى وكل الحاجات دي كنت بتروحي للانترنت عشان تشوفي بتعمل ازاي? انترنت. يوتيوب. كله. بالزبط. يوتيوب. يوتيوب وكنت بتابع الشيفات اللي انا كنت بحبهم في مصر او برا مصر. كل حاجة موجودة يعني. حلو طيب ولما بدأتي بقى يعني الموضوع تحول الى انك آآ كنت بتقولي القريبك انا اللي هعمل. اكيد هما اللي بعد كده ده كان غصبه اقتدار في الاول مع اخواتي. لغاية ما اجربه. لغاية ما اجربه بقى وهما بقى له بقى يقولوه. يطلبه. اه. حلو. اه ولحد الفترة دي انت كنت هسا بتشتغل. اه اه كنت بشتغل. وبعدين. وبعدين اه جبت اول بيبي. اه وكملت شغل عادي وكنت بدأت بقى اعمل اه. جبتي اول بيبي. اه. وكنت بتعملي الترط. وابتشتغلي برضو مدرسة. اه. بسم الله ما شاء الله. اه. وبعدين اه بدأت اقول اه يعني كنت مكملة اريدي في دمعة ده. وبعد شوية جبت البيبي التانية عشان كانت بعدها لطول. اه. فقلت لأ. يعني لازم هختار حاجة. يا اما الشغل يا اما الشغل اه الخاص بتاعي. عشان كان الاتنين هيبقوا صعب علي وبصراحة فضلت الشغل الخاص. اه هل لانه بتحبيه اكتر ولا لانه العائد بتاعه افضل? اه. ساعتها كنت عشان بحبه اكتر. فكان كنت محتاجة ان انا ابقى بطلع طاقتي في الوقت اللي هو بعيد عن اولادي في حاجة بحبها عشان ارجع لهم يعني وانا عندي طاقة. اه. بعد شوية لما هم كبروا شوية وبقيت اه مفروض بقى ان كل كل اللي حوالي بقى يقول لي طب هوني مش ترجعي الشغل. اه. لأ مش عايز ارجع. لأ انا عايز اكمل في ده. بس فبعد كده لأ طبعا بقى العائد المادي بتاعه بقى احسن من الاول. وهل في الاول لما بدأت يعني انت بدأت الاول في البيت وبعدين للاخارب ثم الاصدقاء اكيد. اه بالزبط. اه لما قررت انو تحولي للمشروع. اه لولا ضغط اللي حواليك كنت هتفكر تعملي كده ولا لأ? اه بصراحة هو كانت محتاجة تشجيع بس هو انا كان في ناس بتشجعني وفي ناس بتقول لي اه لا مش قوي كده يعني ما خليكي طبعا الشغل الوظيفة احسن. اه. واضمن وبالنسبة لهم اشيك. اه. بس انا في صراحة ما اقتنعتش بدأ يعني. اه. اه. هو اكتر حد كان بيشجعني في النقطة دي كان جوزي. اه. كده طب مننا ان هو الاكل عاجبه الحمد لله. اه. لو مش عاجبه ما كانش هيش جعك. صح. النظرية برضو. هو بيحب الاكل اصلي. والله طب كويس. الفهنة. بس اكيد ما كانش يعني القرار اكيد عادت تفكري فيه شوية. جدا. اصعب قرار ما كنتش عارفة يعني ارجع وبقى الشغل بتعرض علي اه بما ان انا كان عندي خبرة كويسة الى حد ما في التدريس. اه. فكان بيجي لي شغل واللي حوالي كانوا بيجيبولي اه احنا كنا محتاجين مدرسة اه وبتاع وعارفين ان انتي كنت عندك خبرة في مدارس كزا وكزا وبتاع. طب بدوني فرصة افكر وبيقولهم لا مش هرجع. طبعا كان في ناس كتير شايفاني ان انا مجنونة. اه. بعمله ده غلط. وكنت يعني بترفضي بالرغم من انه اكيد كل مرة كان يعني بيعرض عليك عرض اكيد بتلاقي العرض فيه فلوس افضل. اه كان بيبقى فيه فلوس كويسة بس الفكرة في ان انا حبة الشغل بتاعي. حبية. وفي الاول ما كانش العائد المادي بتاعه كويس. يعني لان طبعا كان زي ما حريك بتقول انا كنت بشتغل على الاقارب والصحاب وكده. ومش سهل ان انت تطلب حاجة من حد ما تعرفوش. الا لما تبدأ تسمع زي ما حريك قلت في المقدمة كلام الناس ان المكان ده الحاجة بتاعته كويسة. اه. التاست بتاع كويس بيهتم بالنظافة. الفانش كل الحاجات دي. اه. شوية شوية لما الناس الغربة بقى من على الفيسبوك بدأوا يطلبوه. وبدأوا يقولوا قرأهم. اه. فالناس بقى بدأ يبقى عندها ثقة في في الصفحة بتاعتي. والحمد لله بقى عندي العمل بتوعلي بيرجعوا لي كل سنة يا. ما شاء الله. طيب والتحويله الى مشروع تجاري. اه. ده بقى له قدي. ايه? بقالوا بالزبط تلات سنية. تلات سنية. اه. وتحويل المشروع تجاري ده كان لسه في البداية برضو كنت لسه بتشاري مدرسة. من تل انا سبت التدريس بالزبط الفين وسبعة واشر اه كنت لسه مدرسة. كنت لسه. اه. ثم بعد كده لما بدأت تلاقي الموضوع بيوسع بره النطاق الاقرب والاصدقاء. اه. هنا بقى اللي بدأت تتفكري انه لأنا هسيب الوظيفة وحكمل في اللي انا بحب. بالزبط. حلو. وبعدين? وبعدين اه بدأ بقى بدأت بعد بدأ المكان اه في الصفحة بعمل صنفين او تلاتة. بدأت ادخل حاجات. اتعلم حاجات جديدة. اه. بدأت ادخل حوادق. عشان اللي فيه ناس بتحب لما تعمل مسلا حفلة سواء اه عيد ميلاد او فرح او اي مناسبة. بيحبوا ياخدوا الحاجة من مكان واحد بيبقى اسهل. اه. واضمنوا واريح. فبدأ ده دخل حاجات اه مناسبة للحفلات اه. زي ايه الحوادق زي ايه? اي حاجات بقى بقى حاجات ميني ساندويتش اه ميني بيتزا. اه كنابي هات بقى سليزينات كل الحاجات الزغنانة دي اللي هي بتبقى لطيفة في المناسبات. في المناسبات اه. طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي هتيجي في البال يعني انه طب ما هو فيه زي صمر كتير عملوا الفكرة دي. جدا. مش هقولك بقى خفتي او ما خفتيش او قيمتي الموضوع لانه احنا ميت مليون في الاخر يعني. بس ضبط. لو خدنا مليون منهم وعملنا له مشفات حاجات. هيبقى كويس. هيبقى كويس. طيب بس اه اللي حاولتي تعمليه عشان يخليك يتبقي مميزة اكتر من غيرك لانه الطبيعي عشان انجح والناس تبدأ تتكلم على ان والله دي حاجة صمر احسن واحلى لازم فيه حتة زيادة عن الاماكن التانية يعني برضو من تجرب كتير فيه ترى بيبقى شكلها حلو قوي. طعم لا. ما تتكلش. صح. يعني من برها الله الله ومن دوها. حقيقة جدا. لأ هي دي زي ما حقيقة قلت كده دي كانت نقطة مهمة جدا لان كان دايما الناس وغدا فكرة عن الترطات اللي هي اه شكلها حلو اللي هي بعجنة السكر ان هي ما بتتكلش. مم. فكان كزا حد يجيلي يقول لي بوس اصلا عايزها منظر. مم. فقلوهم يا جماعة حرم تدفعوا فلوس في حاجة منظر يعني ليه لو انتو مقتنان منظر ما تجيبوهاش. مم. ففي الاول آآ فيه ناس باقتنع وقول لهم لا انا بهتم فعلا بالطعم من جوه اهم بالنسبة لي طبعا الشكل طبعا مهم جدا بس الطعمه مهم برضو. آآ فيه ناس كتبت اقتنع وفيه ناس تقول لي طب بصي اعملي لي واحدة صغيرة من اللي هي الاشكال دي والترطاية عادية آآ كبيرة. مم. ونجربها. بعد كده السنة اللي بعدها بنعمل طرطاية واحدة من الكبيرة وخلاص يعني خلاص بقى فهم وبقى يعني الموضوع مش شكل بس الحمد لله. مم. وبحاول كل فترة برضو ان انا اتعلم حاجة جديدة لان الموضوع واسع جدا. مم. وزي ما حاك قلت في ناس كتير جدا جدا شغالة فيه. فلازم كل شوية الواحد يحاول يتعلم عشان بس ما يفضلش في مكانه يعني. صح صح. لانه بطبيعة الحال كمان لما في حاجة بتتعمل وبتنجح هتلاقي الف واحد بيعملها. دي حقيقة. كل الناس عايزة تعمل طرطاية. بالزبط. هو كل الوقت تلاقي عشرين الف واحد بيعمل كوب كيكس وطرط. والله يعني. وزي برضو عارفة الموضة اللي طلعت في الاول بتاعة الكريب. مم. فجأة بقيت الاماكن كلها بتعمل الكريب. اه المحلات والوافل. اه. بعديها معاملين الوافل. كله بقى بيعمل وافل. صح. كوب كيك. كله بقى بيعمل كوب كيك. فلو مدورتيش دايما على انك تطوري وتجددي ويبقى عندك حاجة يعني مش موجودة عند غيرك. اه فجأة هتلاقي نفسك يعني زيك زي غيرك فالموضوع هيختلف. والناس هتبعت خلاص هيروحوا للي بيطور نفسه للي شايفين عنده ان فيه جديد. مم. كل فترة اصلا بينزل حاجات مضاط في في الترتات وفي الكندي بار فبحاول اللواكب على قد ما اقدر يعني. حلو. طيب هل الموضوع بالنسبة لك مربح? بمعنى انه هل النهاردة صمر اه يعني هي متزوجة ورباني خليلي الجوزك وعنده شغله. بس هل صمر اه لو في واحدة بنوتة بتفكر في انها هتعمل مشروع تنصحيها بان ده هيقدر يعيشها كويس ويحقق لها دخل كويس? اه انصحها بس هو صبر يعني هو الموضوع ما بدأش كده. هو في الاول لا ما كانش بيبقى مربح لان طبعا ما كانش بيبقى فيه شغل كتير. اه سانين في حاجة مهمة جدا جدا بشوفها يعني لما حد بيطلب النصيحة بصراحة يعني ما ببخلش على قد ما اقدر اه التسعير الصحة لان في ناس كتير جدا بتصعر حاجتها غلط يعني ودي نقطة مهمة جدا دي محتاجة دراسة يعني دي قعدت فيها حبة حلوين كده عشان افهم بس اصعر ازاي ان انا في نفس الوقت اه احسب وقتي ومجهودي وطبعا اعلي من الخامات اللي انا باستخدمها كويس جدا عشان ده اللي بيفرق في الكواليتي بتاع حاجتي ويخلي رأي الناس احسن وفي نفس الوقت ما بقاش من يعني ما بقاش مغلية السعر على الناس جدا انا بقى واخدى المكسب اللي يرضيني ويرضي تعبي لان الموضوع مرهق قوي فوق ما اي حد يتخيل كل الناس اللي ما بتشوفش حد وهو بيشتغل ما بيبقوش عارفين الموضوع مرهق وزايا حلو هل في لحظة من اللحظات فكرت انا اللي انا عملته ده لا يا ريتني فضلت في الوظيفة لا 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 خالص 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 لا هل بسبب انك بتحبي اللي انت بتعمليه اه جدا اه لو ما كنتش بتحبيه تفتكلي كنتي هتكملي لا لانه هو متعب متعب فهو الحاجة اللي بتعوضني عن ده ان انا بعمل حاجة بحبها بتعب فيها بس بحبها حلو طيب لان انا كنت بتكلم في البداية انه فيش حاجة سهلة والانسان لو ما بحسش عن الشغلانة اللي بيحبها مش هتحمل ضغوطها في اي يوم من الايام صح فهنطلع على الفاصل وبعد الفاصل هتحكيلي عن ايه التحديات اللي مرت بيها اه او لحظات بدأتي تقولي لا ده الموضوع كبر زيادة عن لزوم انا مش قادرة اه وازاي تغلبتي على اللحظات دي عشان تقدر ان انتي تستمري وتكملي وتتوسعي نتكلم في ده ولكن بعد الفاصل اركوكم ابقوا معنا لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا من اه تفرق وبنحاول ان احنا نفتح الازهان مع بعض اه ونفكر مع بعض بصوت عالي عشان اه نحفز نفسنا على فكرة انه مفيش حاجة مستحيل انه اللي عايز يعمل حاجة هيعملها وتاني هرجع اذكر حضراتكم بانه يجب ان الواحد فينا يعني يجب على الانسان ان يبحث دائما على المنطقة اللي فيه اه عنده شغف لها لان هي دي اللي هتقدر تتميز فيها وتنجح وتعيشك عيشة هنية انما هتجري ورا انك تشوف ايه الوظيفة اللي ممكن تكون بتجيب فلوس كل وظيفة بتجيب فلوس وكل مشروع بيجيب فلوس لو مش بتحبه مش هتنجح وتجبر بيه لو انت بتجري ورا بس عشان الفلوس انت وهو هتقع مع بعض لا قدر الله يعني انما لو بتشتغل حاجة انت بتحبها هتديها كل تقطق هتقدر ان انت تتنظم حياتك عشان تفضل مستمر فيها وتتميز فيها فتدر عليك عائد وعندنا نموذج يعني صمر من ورانا النهاردة عندها طفلين وما ادراك انك تربي وما ادراك لما يكون ولدين كان متطاقة اللي في البيت اكيد مش طبعية هي طاقة بس عصابة طاقة وشقاوة جدا ما بتلموا مع باباهم بقى بقى انا عايزة نط بن الشمبيل ومع ذلك كانت ممكن تسلم نمر على طول لو ما كانتش بتحب اللي هي بتعمله بس عشان بتحبه فقدرت ان هي تدور دايما ازاي هتنظم حياتها عشان تكمل في شغلانها شغلانتها او مشروعها وفي نفس الوقت ما تأسرش في مهامها كأم هرجع لورا خطوة برضو وعايزة اسألك على الميزانية تقريبا اللي بدأت بيها احنا هنا بنتكلم على حاجة بتعمليها في البيت فيعني مهما كان هي تكلفة انك بتعملي اكل بس لما حاولتين مشروع وانتي بتقولي اخدتي وقتا عبر ما دلستي ازاي تسعاري كل حاجة وكده بس ايه الميزانية اللي قررت انا هعمل مشروع بقى من النهاردة هون وعملت الصفحة على الفيسبوك وكده فانا في ميزانية كزا اللي هبدأ بيها. لا هي الفكرة عشان موضوع التورتات آآ ممكن تجيب كميات صغيرة في الاول آآ مش لازم تبدأ تشتري بحاجات بالجملة وكده طبعا الا لما تكون عارف ان خلاص في تتعامل آآ بس في الاول لأ ممكن تبدأ بآآ مسلا بتلتمية جنيه مسلا تلتمية جنيه مسلا يعني لو حاجة تعمل تورتاية صغيرة آآ ممكن تبدأ بموضوع زي ده. ده قبلغ رد بس عشان الناس اللي بتاعهم تسأل ساعات انه مفيش فلوس آآ هتقولي انا اعمل تورت لأ ما بقولك اعمل تورت بس. انا بدي نموزج يعني بدي نموزج يعني البداية بتلتمية جنيه. حلو. آآ اه المطباط اللي وقعت فيها في النص. آآ اللحظات اللي حسيتي ان لا انا كده مش قادرة اسيطر على حياتي ان انا آآ انجح الشغل اللي انا بعمله ده وفي نفس الوقت ما يقصرش على بيتي. لا هي بصراحة المطباط ما كانش ليه علاقة بالشغل نفسه هو ضغط الشغل اي شغل فيه ضغط بس هي الفكرة كلها بس في في الولاد عشان هما صغيرين ثلاث سنين واربع سنين ونص فطبعا موضوع متعب. آآ ده مع ده خصوصا قبل ما كان آآ علي يعني الكبير يخش المدرسة فهما كانوا معي معظم الوقت آآ فكان بيبقى ارهاق علي ان انا في حاجات طبعا مقدرش عامله هما صحيين عشان اعرف اركز فيها والحاجة تطلع كويسة. فكان بيبقى قلة نوم بقى. آآ بالنسبة لي ان انا نيمهم مسلا وهشتغل آآ فكنت ساعات ممكن بالايام نم ساعتين مسلا يعني يبقى يومين نم تساعتين بقى. مم. لما كانوا صغيرين شوية فالموضوع كان متعب قوي اللي هو ايه. مم. اهونا صح اقول له غلط بقى. اكمل ولا كفاية. مم. بس بصراحة يعني لا. ما كانش ينفع. ما كانش ينفع وقف بصراحة. آآ لا لانك لو رجعتي كمان هتفقدي القعدة الجماهيرية اللي عملتيها في الفترة دي. بالضبط الناس آآ يعني الحمد لله الناس مسلا بتعمل معي وترجع آآ تطلب معين مني آآ فسواء في النفس المناسبة السنة الجاية او لو قابلتهم مناسبة في النص. مم. فلما يجي اقول لهم لا اف مرة آآ اكيد طبعا هيجربهم ع حد تاني. ولو بس اغم ع حد تاني مش هيرجعهم. بس ضبط لاني طبعا في ناس كتير ما شاء الله كويسة برضو. مم. طيب مراحل التسعير بقى. مم. ايه? لا مراحل التسعير دي كتيرة جدا يعني اقول له حقيقة بحسب ازاي قصدك? لا مش قولي يعني قصد انه انه اكيد حسبتيها في مرة فطلعت آآ بزيادة فاديقتي او طلعت باقل فلاقيت انتي هتخساري. هي في الاول ما كاتش بتصلع بزيادة كانت بتبقى بالاقل. نقصة دايما. اه كانت نقصة دايما. مم. وكان غلط جدا يعني كنت ممكن في الاخر لاقي نفسي مشكاز بينها. مم. وده كان غلط جدا يعني. مم. لغاية ما بدأت بصراحة ابحث برضو في الموضوع ده. والموضوع ده موجود تعنت تساير الحاجات دي ازاي يعني. مم. آآ كنت ساعد باسأل الناس الاكتر خبرة مني في المجال ده. وآآ في ناس معينة يعني كنت محترمة وبيفيدوا يعني. مم. وآآ. حدد دكي نصيحة قبل كده عشان لبسك في الحيط. لا لا الحمد لله. في ولات حيال يعني. لا لا الحمد لله يعني. بصراحة كنت بختار برضو الناس اكيد اللي اسألهم. طب حلو. وآآآ اشكال والوان والبتاع اللي بتعمل بالسكر برا ده. عجلت السكر. عجلت السكر. اه. هل العجينة دي انت اللي بتعمليها ولا بتشتروها جاهزة ولا? هي هي بتتباع جاهزة دلوقتي في كل مستلزمات محلات مستلزمات الحلويات بقت موجودة في كل حتة في مصر. آآ عميلها ليها طريقة عميل بس هي شغلينة. يعني انا عملتها مرة وحلفت ما هعملها تاني امدا. طب ليه مش مش اقتصادية مسلا? خالص. ما بتوفر? لقيتها لا لقيتها بالعكس تكلفتها اعلى. آآ لان هي اساسها سكر بودرة. سكر البودرة مش رخيص. آآ هم تقريبا لما بيعملوها المصانع هم بيشتروا بجملة وحاجات كده. بيعملوا كميات. الموضوع آآ. بيبقى مجزي. ومرهق جدا. مرهقة جدا. يعني لأ في حاجات كده بزيتش اسمها شرع العبد ولا تربيته. آآ. طيب بس آآ لما بتيجي بقى تعملي الترطة. آآ. آآ. ازاي بتعودوا تعمله الاشكال بتعرفش عارف سبايدر مان وسوبر مان والحاجات الكارتونية كلها و. بس هو في آآ ادوات موجودة متاحة في السوق بتساعد اي حد انه يعمل. بس في حاجات معينة بيحتاج حس فني. يعني آآ بس لأ يعني لو حدا ما عندوش حس فني وتعلم هيجيب ادوات وحاجات تساعده بس مش هيعرف يعمل كل حاجة. ادوات. آآ. يعني في ادوات بتستخدم عشان تعملي شكل انسان? آآ آآ في. في ادوات نحتة مسلا عشان اعمل تجويف مسلا العين. آآ. عشان آآ ازبط النحت بتاع. لا ده ماشي. آآ. تفاصيل الوش والحال دي. تفاصيل آآ. حتى لو بسكينة ترفعها رفعية عمو ممكن. بس اقول لك. انك تعملي مجسم الانسان ده. في مسلا آآ في مولدات بتبقى من الساليكون بتديك بس بتديك المجسم من غير آآ. تفاصيل. من غير تفاصيل. محتاج برضو ان انت هتحط بتاتش بتاعك. آآ. لازم يعني. طب هل جتي تعملي حاجة قبل كده وما نفعتش? بصراحة? آآ. لا. بجد والله? لا عشان انا بقاوح اه. يعني بس مش اكتر يعني مش عشان انا احسن واحدة في الدنيا بس انا بقاوح. طب خلينا اسأل السؤال من ناحية تانية. طب. هل جتي عملتي حاجة وما نجحتش فأمتي هداها وعملها تاني من الاول? آآ آآ آآ. لا دي حصلت. يا في حاجة حتة صعبة. لا لا دي حصلت. لا دي حصلت. ده عادي جدا. كتير? آآ بتحصل في الاول حصلت كتير. دلوقتي لا الغلطات بقى بتبقى محسوبة يعني. آآ. طب هل في الاول برضو آآ ولادك الاتنين يعني ما شاء الله ربنا يخليهم لك. اكيد برضو في طاقة شباب صغيرين. آآ آآ ما بوزوش طرطة قبل كده? لا برضو الحمد لله. والله? آآ. طب ما شاء الله. منطقة محزورة. ندي بسيطرة. آآ جدا. بسم الله ما شاء الله. طيب. بنش علي بس تمام يا. ودلوقتي مع الطلبات اللي زادت. آآ يعني المعدل قد ايه في الاسبوع? او في اليوم? هي الفكرة بقى في في الشغل ده ان هو مش ثابت. آآ. هي دي الحاجة. يعني ممكن تلاقي. آآ ممكن تلاقي اسبوع في كزا وممكن تلاقي اسبوعين مفهمش. آآ. فهي دي الفكرة بس. طب ولو جيف آآ في يوم آآ يعني مطلوب حاجتين تلاتة. لازم هو آآ طلب الوردر ما ينفعش يبقى قبلها بيوم او يومين. في ناس بتبقى ايه ده فعلا? فاكرين ده انا مسلا هحط الترطة في الفرن. الكيكة في الفرن تطلع متشكلة كده وجميلة. فهو دايما الطلب على الترطات بي بيبقى قبلها باسبوع. عشان لو في مجسمات بعجين سكر او حاجة دي بتتعامل من قبلها ما بيجرلهاش حاجة. والكيك بقى والخبز ده بنخليه في المراحل الاخيرة يعني. آآ آآ الترطاية مسلا بتخب منك وقت اقديه. على حسب يعني لو آآ فيها شغل كتير مش حكاية حجم. لو فيها شغل كتير لأ ممكن ممكن قعد اسبوع مثلا. لو فيها ورود بقى وحاجات افراح لأ ممكن الترطاية تاخد اكتر من كده. مم. تجهيز الورود ده بياخد وقت كبير جدا والمجسمات بتقلك تبقى على الترطات. كنت سألتك في الفصل. مم. وانت لحد الوقتي لسه يعني بتقدي في الواحدك في المشروع ده ولا بدأت اتعاييني الناس معاك? لا لا لسه الواحد. الواحدك. مم. طب والشغل لما يكبر ويوسع. هتعمل يعني مفكرها ايه الخطوة اللي بعد كده? اكيد اه هو يعني اكيد ان شاء الله يعني اكيد هيبقى في خطوة مسلا يبقى اللي هي مكان. مم. على الاقل من البوسز اللي بتبقى في المالز يعني زي ما في كتير بدأت كده. مم. آآ وان شاء الله يعني الحاجة اللي هتبقى قريبة ان انا هبدأ اعمل فيديوز عليه طيوب يعني. وانتي بتعملي الكيكة وكده. اه حاجات بقى حاجات بسيطة. حاجات بسيطة الناس تبدأ تتعلمها يعني. مم. اه حاجات بسيطة وتبقى فاقرة بقى يعني مسلا الفيديو ده عن دي بس. حي. عن الخبز بس. عن. طيب. سمر لو قررت ان هي هتعمل اه محل او هتعمل بوث في احدى المولاد. مم. هل اه انت دلوقتي تبقى لك تلات سنين. اه بقى لك تلات سنين اوفيشل يعني لكن البيتجي مسلا بقى لها اربعة سنين بس الشغل بدأ كويس بقى له تلات سنين. تلات سنين حلو. هل التلات سنين دول اه يعني دروا عليك عقد يسمح لك بانك لوحدك تعملي بوث في مول او 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 تأجاري محل. نا لسه شوي. هتضطر يتميله على زوجك العزيز. لا هو اكيد هميل عليه بقى في كل حاجة. بس هو الخطوة. الخطوة. كيفاء عايش حياته لا لا ده هو ساعات يعملي زي اهو احنا مش نشوف حاجة من الحاجات اللي انتي بتعمليها للناس الحلوة دي. يعني لما بتعملي ما بتبصيش حاجة لتعمل سابق للبيت. ساعات لا ساعات بس لما بقى في ضغط شغل لأ. تفرجوا بس بقى النهاردة معلش. حدش يقرب. اه بزبط كده. فلسه تلات سنين. لسه شوية. لسه شوية الخطوة محتاجة شوية يعني لان طبعا الحاجات دي هتبقى محتاجة مصاريف واجار وكل الحاجات دي لازم تتحسب قبل ما اخد الخطوة دي عشان ما ندمش عليها يعني ان شاء الله. طبعا. لا يعني الحزبة لازم يعني تخلي بالك انها هتوسع شوية. بالزبط. مكان يعني عمال هيشتغلوا معاكي او ناس هيشتغلوا معاكي فبالتالي ده فيه اه مرتبات. بالزبط. فيه مصاريف اه ادارية ليها علاقة بالمكان اللي هتبقى فيه. بالزبط. فلازم تحسب كويس اكيد. اه ان شاء الله. اه لو رجعتي اه لايام الجامعة. هل هتبقى عندك احساس بالندم اه انك بعد كده اه اشتغلتي في وظيفة? ولا هيبقى عندك احساس بالندم انه انا ليه ما بدأتش من بدري? لا بصراحة ما كنتش هندم لان هي يديتني خبرة. اه انا لو ما كنتش عملت كده انا كنت عارفة نفسي هبقى اقول ايه ده? لا انا عايز انزل اشتغل في مكان وبتعفى. الفكرة ان انا اشتغلت وجربت خليني لا. خلاص انا كده تمام? وعملت ده وعملت ده وخترت. يعني عشان ما حسش ان انا في حاجة ما جربتهاش. طيب طبعا بما انك يعني ما كانش ديك علاقة بالمطبخ قبل الجواز فامش اسألك هل كان في دماغك ان انت تعملي مشروع من النوع ده. خالص لا لا. كنت عايزة بقى هندسة دي كورت. بس هل كنت وانت من الجامعة اه كان عندك النية او التفكير ان انا لما اتخرج انا عايزة يبقى عندي مشروعي الخاص ما بقاش دايما في وظيفة? لا بصراحة ما كانش في مخي. لا لا ما كانش في مخي. بس شوية شوية الواحد بدأ يعني لما بيجبر شوية تفكيره بيتغير. صح. ويبدأ يبص حواليه ان الواحد لما بيبقى عنده حاجة بتاعته احسن بكتير لما بيبقى بيشتغل عند حد. حلو. طيب قبل ما نختم بقى تقولي ايه السادة المجتمعين الكرام? وبعض اللي بيفكروا من منطلق انه لا صعب. مش هعرف اعمل مشروع. طب هجيب فلوش اسمينين. طب هينجح ازاي? طب مشروع ده محتاج دراسة وتحضير وكده. فتقولي ايه اي حد بيفكر بالطريقة دي? هو بصراحة اقول ان اي حد بيفكر بالطريقة دي اه يعني محتاج ان هو ياخد طاقة ايجابية كده من اللي حواليه ويختار الناس اللي بيقعد معهم عشان الناس بتأثر جدا. صح. اه تاني حاجة انه قبل ما يقرر المشروع اللي هو هيخش فيه لازم يشوف هو بيحب ايه. عشان يقدر يكمل. مش الحاجة المشية بس. لازم يكون بيحبها وبعدين يبدأ يدرسها كويس قويا. جميل. طيب ما جبت لناشي حاجة اندقها طاية? جاي ايدك فضي يا صاح. انتو فجئتوني ده كان المرح اصل. لو كنت قلت وبدر شوية كنت ازبطتك والله. كان لازم اصبوع. اهو مسلا. سمر احنا سعداء بيكي. انا اسعد. وبنتمنى لك كل التوفيق. ومنتظرين نشوف بقى البوث بتاع سمر او المحل بتاع سمر قريب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله انا كنت مستوطة ان انا كنت محرق النهاردة جدا. شكرا جزيلا. وكل التحية لزوجك العزيز اللي اكيد داعم لكي في المشروع ده لانه من غير دعم واكيد ما كنتش هتقدري تستمري. بالزبط. وربنا خليلك اولادك. يا رب. وتفرح بيهم دايما يا رب. شكرا جزيلا.